احبابي الصغار اهلا وسهلا بقدومكم لقناة زمرة النجباء لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل الجرس وترك ارتساماتكم حول المحتوى في صندوق التعاليق هذا المقطع يشكل تسمة لدرس انواع النصوص يمكننا تعريف النص على انه Un texte est une série orale أو écrite de mots perçus comme constituant un ensemble cohérent porteur de sens et utilisant les structures propres à une langue من التعريف نستنتج أن النص عبارة عن سلسلة من الكلمات الشفاوية والكتابية التي تتوافق وفق نصق متجانس يحمل معنا معينا ويعتمد على تراكيب اللغة أنواع النصوص النصوص في المرحلة الإبتدائية سلسلة من الكلمات وَهِيَا أَنْسِتُونَ سُنْ دِرُولَمُواً دون لِسْبَاسِ وعندما يتناول هذا النص سيرة الكاتب نفسه فإننا نسميه Autobiography Autobiography Biography بمعنى سيرة و Auto بمعنى ذاتية Autobiography السيرة الذاتية يمكننا تمييز هذا النوع من النصوص ببعض المؤشرات نأخذو النص التالي من كتابي التلميذ للمستوى السادس الصفحة التانية والأربعون من أجل المعالجة العلامة الأولى تتمثل في استعمالي أزمينة السرد لتان ديريسي الذي تتمثل في لباسي قموزي لإمارفة لباسي سيما وإنهي 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 أو المؤشرات الزمانية L'emploi des verbes d'action أو استخدام أفعال الحركة La présence du narrateur et l'utilisation des discours حضوروا الراوي في النص باستخدامه للدمائر والنعوت لي, les pronoms et les adjectifs وكذا استخدامه للخطابات المباشرة والغير مباشرة للدسكور دي راكت إلى دسكور ان دي راكت سنتعرف في المقطع الموالي على نوع آخر من الجمل لفراز ديسكريبتيف إن تمكنتم من تحصيل المعرفة فلا تنسوا الضغط على زر أعجبني ترجمة نانسي قنقر